التنمية التنمية ده مصطلح جميل جدا يعني من زمان الناس بتتكلم في يمكن العالم كله الدول النامية بتتكلم في المصطلح ده يمكن بقى لها حوالي 70-80 سنة التنمية هي نقل المجتمعات الى حلقة افضل يعني موجة الفقر موجة التهميش موجة الظلم الاجتماعي انعدام المشاركة تحقيق المساواة بين رجل و المرأة دي كلها قضاية تنمية فالقضاية دي محل اهتمام ونقاش وحوار في العالم منذ الخمسينات وقبل ذلك الى الان الدنيا اتغيرت في مصطلح التنمية يعني مصطلح التنمية بدأ الاول مصطلح اقتصادي بحد كان الناس ديما تقولك التنمية يعني النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي زيادة في الناتج المحلي الاجمالي يعني دخول الافراد لما تزيد يحصل التنمية والدول النامية بعد الاستقلال من الاستعمار الخارجي كان عندها كده نشوة في الاول قالك بس الاستعمار يسيبنا ونحط ايدينا على السروات بتاعتنا وده هيساعدنا بعد كده ان احنا نعمل ايه ان احنا نحقق التنمية دي لكن لاوا التنمية متتحققش لان ما فيش كادر بشري كويس ما فيش سياسات عامة كويسة ما فيش سياسات قوية لمواجهة تحديات التنمية اللي موجودة على ارض الواقع في المجتمع الاسبوع اللي فات كان عندي محاضرة في المجمع العلمي المصري اللي شرفت بالانضمام لي مؤخرا ده المجمع اللي انشأه نابليون بونابارتا والحملة الفرنسية وضم علماء مصر على مدار اكثر من مئتين سنة كانت المحاضرة بتتكلم عن تنمية متعددة الابعاد تجارب في الاستيعاب مشكلة التنمية اللي تورستها البشرية على مدار سبعين تمانين سنة هي مشكلة الاستيعاب بمعنى ايه؟ ان تستوعب الفئات المهمشة اللي موجودة داخل المجتمعات اذا لم نستطيع ان نقضي على عدم المساواة اللي موجودة داخل المجتمع وبين المجتمعات مش داخل المجتمع الواحد بس وبين المجتمعات ستظل هناك مشكلة تنمية ستظل هناك مشكلة فقر ستظل هناك مشكلة تهميش ستظل هناك مشكلة استبعاد ليه؟ لان الناس في النهاية مش قضية تحقيق زيادة في الدخول لان ممكن الزيادة في الدخول او الزيادة في الناتج المحل الإجمالي تحدث لكن لا توزع بطريقة جيدة او عادلة ما بين الناس فنلاقي في النهاية ايه؟ ان الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقر فعشان كده لازم نواجه عدم المساواة اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 17 هدف اطلقتهم الامم المتحدة سنة 2015 وبدأ العمل بهم 2016 ويستمروا معانا لغاية 2030 يعني في سبتمبر اللي جاي هتبقى نص المدة انقضت ودول كتير عملت استراتيجية 2030 ومنهم مصر واستراتيجية جيدة جدا يعني فيها تفاصيل كتير جيدة يعني لكن السبعتاشر هدف لو بسطلهم هتلاقيهم بيتكلموا على مواجهة الفقر مواجهة الجوع تحيل مساواة بين الجنسين صحة افضل مياه شرب افضل صرف صحي الحفاظ على الحياة البحرية والبرية الحفاظ على البيئة وايضا العدالة والوصول لمؤسسات العدالة وموجهة الفقر والتهميش يعني كلام مهمة اوي سبعتاشر هدف هم واحد فيه من نمرة عشر الهدف العشر بيقولك ايه القضاء على عدم المساواة طيب الحكاية لان الهدف العشر ده لو لم يتحقق سوف يعني يتعذر تحقيق الاهدف الستاشر التانية لن تستطيع ان تواجه الجوع لن تستطيع ان تواجه الفقر لن تستطيع ان تقدم خدمات صحية افضل لن تستطيع ان تحقق التوازن ما بين المركز والاطراف ما بين العاصمة والريف او الاقاليم يبقى اذا القضية في اساسها موجهة عدم المساواة خبراء الاممتحدة بقولوا هذا الكلام العالم كله بيتكلم على ان القضية هي عدم المساواة فعشان كده بقول تنمية متعددة الابعاد ودي المحاضرة اللي زي ما قلت لحضرتكم يعني القيتها في المجمع العلمي المصري في حضور الدكتور فرو اسماعيل رئيس المجمع والدكتور مصطفى الشنوبي الامينة العام وكان محور النقاش واللي حضروا يعني عدد من الخبراء والمثقفين حول قضية الاستيعاب وموجة الاستبعاد وفكرة التنمية متعددة الابعاد يعني تنمية متعددة الابعاد يعني لما تستطيع ان انت عايز تغير واقع مجتمع ما ينفعش تغيره في ظل الاوضاع اللي احنا عايشينها في المجتمعات لان الفقر زاد قوي وتراكم المعاناة زادت قوي فما اضافش ادخل في المجتمع النهاردة اعمل لهم مواسير مياه نظيفة وبكرة احاول اصلح البيت وبعده احاول اديهم فرصة عمل لا انت لازم تدخل بشكل متعدد الابعاد في نفس اللحظة وبالتزامن انا شايف ان مبادرة حياة كريمة عملت الموضوع ده يعني لما نبص على مبادرة حياة كريمة بالتأكيد هي عملت نقلة اللي مجتمعات فقيرة جدا يعني في المرحلة الاولى كان في اربعة تلاف وخمسمائة قرية اتكلفت حوالي ربعمائة مليار دخلت قدمت مياه نظيفة قدمت صرف الصحي صلحت بيوت اسقف منازل نشاط اقتصادي اوجدت فرص عمل يعني بتحاول تغير نوعية الحياة في مكان ده التنمية متعددة الابعاد ان انا لازم اغير بنقلة نوعية نوعية الحياة اللي موجودة عند شريحة معينة من الناس سواء كانوا يعني في حالة التهميش والفقر وانقلهم مرة اخرى الى مرحلة التمكين والمشاركة في النشاط الاقتصادي والمشاركة المجتمعية ايضا ربما احنا محتاجين نفكر في نظام محلي كفر يحافظ على هذه التجارب تعظيم مشاركة الناس في الشأن العام والشأن الاجتماعي بالذات محاولة يعني اصلاح الاجهزة الادارية والتنفيذية وتطورها وتحدثها حتى تحافظ وحتى تتفاعل مع هذه التجارب كل دي جهود بتحدث لكن ربما محتاجين نشوفها بدرجة اكبر مسألة التكنولوجيا واستيعاب المهمشين في التكنولوجيا يعني انا عرفت مثلا ان مبادرة حي كريمة عملت بعض الاتفاقات مع وزارة الاتصالات من اجل ان تقدم استيعاب رقمي وتكنولوجي للناس اللي يشملهم المبادرة دي بمعنى انه يكونوا جزء من المنظومة التكنولوجية الموجودة ربما محوا اميتهم الرقمية ربما انهم يشاركوا في الاقتصاد الرقمي يعني باستخدام الادوات الرقمية وانه يكونوا طرف في هذا الاقتصاد يعني اللي انا عايز اقوله ان مسألة التعدد الابعاد في التنمية ومحاولة تغيير المجتمعات من خلال تدخلات كتير متزمنة في نفس الوقت هو ده اللي بيقضي على الفكرة الاساسية التي تعيق التنمية في اي مجتمع وهي انعدام المساواة طبعا اوضاع العالم صعبة تقرير صدر من الامم المتحدة يمكن الاسبوع اللي فات بيتكلم على ان اهداف التنمية المستدامة المتصور تحقيقها في 2030 بتواجه صعوبات شديدة جدا نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي ومشكلات الحرب في اوكرانيا وقابليها مشكلة وباء كورونا دي كلها من الامور اللي بتعطل فكرة تحقيق هذه الاهداف اللي هي في النهاية بتصب في تغيير نوعية الحياة وزي ما اطلقوا الهدف نمر عشرة اللي هو موضوع مواجهة عدم المساواة اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستخمال فكرات هذه الحلقة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة زي ما تعودنا كده في اختام الحلقة دايما ما نحب نركز كده في قضية فلسفية ثقافية نوع ابن دردش كده في موضوع بيتعلق بالسلوكيات والحال اليومية من تعليم البوزية اللي أنا يعني قريتها في الفترة الأخيرة قول كده هو كبير شوية لكن نحاول ان احنا نفصصه ونحلله يعني بيقولك لما يكون في مزاج سيء كده الواحد بيمر عليه ساعات التجارب بتخلي مزاجه مش مبقاش مبسوط في بيقولك تجنب ان انت تقول عبارات غير لائقة في هذه اللحظات طيب ليه؟ بيقولك لانه هيجي لك فرصة او اتنين وثلاثة وعشرة تصلح مزاجك لكن قد لا تتاح لك نفس هذه الفرص ان تستعيد ايه مرة تانية ان تستعيد الكلمات غير اللائقة اللي انت قلتها اللي عبارة مفهومة واضحة وصريحة بالتأكيد الانسان بيمر بلاحظات بيبقى غضبان بيبقى زعلان بيبقى متدايق بيشعر انه بالتعبير الدارج بيقولك انا مخنوق لاي سبب من الاسباب في هذه اللحظة لابد ان الانسان يسيطر على مشاعره لانه هيقول كلام ممكن يرد بغضب ممكن يرد بعصبية ممكن يستخدم لغة غير لائقة في التعامل مع الناس فيؤدي ده ايه ان الناس اللي يحصل تحدث مشكلات معاهم غضب زعل قطيعة وبعد كده ما يعرفش يرجع تاني الكلام اللي قاله حتى لو قدري يصلح مزاجه بعد كده اتمنىلكو نهاية اسبوعه سعيدة ولانا القاكم الاسبوع المقبل لكم مني قرق التحيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر